الانشاءات المهمة هذه الانشاءات المهمة مو معناها تروح تترك البقية لا بس هذه الانشاءات هي مهمة و اغلب الاسات اذا قل لك اقراهم ما اقل لك تترك البقية صيغة السؤال تجيك write an email invitation invitation نشوف كلمة invitation يعني دعوة مرات يقل لك invite دعوة صيغة السؤال هذي الحل من تريد تحل تبدي دار زيد مرحبا زيد بس ضروري تكتب بهذا الشكل hi z i have two tickets i have two tickets عندي تذكرتين for my mother's the brothers birthday next monday عندي تذكرتين لعيد ميلاد اخي you must come because the party will be really amazing you must come because لازم تجي لان the party الحفلة will be really amazing راح تكون الحفلة جدا مميزة جدا رائعة and you can enjoy your time وتقدر تستمتع بالوقت طيب the party will be in taj hotel راح تكون في فندق التاج معروف هذا برضا and it will start at وراح تبدأ في ساعة السادسة o'clock in the afternoon in the afternoon في المساء don't forget to come to the party in time لا تنسى تجي على الحفلة بالوقت المناسب and the friends will wait for you i and the friends انا والاصدقاء راح ننتظرك اخر شي علي اللي هو انت اسمك هذا البداية تكتب dare زيد بعدين تكتب اخر شي اسمك هاي dare زيد اذا ما كتبته ينقصك وهاي علي اذا ما كتبته ينقصك ووصيك على شغله هذا الانشاء من تريد تحفظه احفظه ترجمة مالتها بالعربي على متذكرة بالامتحان مرحبا زيد لدي تذكرتين مرحبا زيد لدي تذكرتين هاي زيد i have two tickets من تحفظه بالعربي بالانجليزي اعتبر نفسك انت حافظ من تحفظه بالعربي اعتبر نفسك انت بالانجليزي حافظه ليش من تحفظه بالعربي تذكره بالانجليزي بس لازم تكتبه لانك اذا ما كتبته راح تصنع عندك اخطاء املائية وتنساه زي نعني فاحفظه بالعربي واحفظه بالانجليزي وكرره كرره اكتب ظل اكتب مرة مرتين وثلاثة اخذ هذا السطر الاول i have two tickets ايه اللي هنا مثلا هاي الكلمة ذن المجموعة وحيتها وظل اكتب بها i have two tickets i have two tickets i have two tickets اذا دي تذكرتين اقراها ايا وترجم لان اذا حفظتها بدون ترجمة راح تنساها بالامتحان وبعد ما اقل الانشاء المهم الاخر وهو الانشاء المهم الاخر watched a tv program شفت برنامج تلفزوني about animals عن الحيوانات last night الليلة الماضية it was really interesting وكان حقا ممتع it was really interesting it was about elephants وكان يتكلم عن الفيلة and it was very funny it was very funny وكان جدا مضحك there were there were some elephants كان هنالك كان هنالك بعض الفيلة buy a pool بالقرب من حوض السباحة buy بالقرب تجي بمعنة بواسطة they were very thirsty they were very thirsty thirsty they were very thirsty وكانوا جدا عطشانين the elephants the elephants blow water into the air the elephant blow the elephant blow water 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 into the air into the air into the air يعني معناها الفيل نفخ المي بالهواء هناك اكو the cameraman رجل الكاميرا اللي هي معناها المصور and the reporter والصحفي got very wet تبللوا got very wet يعني كانوا كلش متبللين عيد الانشاء مرة اخرى ولا تنسى اكثر من مرة تكتبوا وتتكرروا الانشاء المهم الاخذ اللي هو يتكلم عن البلد ايضا هذا من نشوف كلمة country country يعني بلد country country تكلم عن العراق اراك is a very big country العراق هو بلد كبير جدا اراك is a very big country العراق هو بلد كبير جدا with a huge population with a huge pop 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 population pop population a huge population يعني سكانة عددهم هواية يعني سكانة ضخم about 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 37 تقريبا 73 مليون people live there ويوجد اكثر او بحوالي 37 مليون شخص يعيش بالعراق اللي يعيشون بالعراق عددهم 37 مليون شخص بغداد is the capital of iraq بغداد is the capital of iraq 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 طبعا يعني يقع يعني مكانة iraq lies in the south west in the south west of asia او اسيا عادة تقدر تقول اذا العراق هو مكانة في في منطقته اللي جنوب غرب اسيا في جنوب غرب اسيا iraq makes cloths العراق ينتج الملابس and produces oil ونفط and produces oil وينتج نفط تذكر كلمة produce لما نغذناها اللي ما شايف الدروس يرجع يشوف على موض يضبط المادة وينجح بيها the farmers there grow rice والفلاحين هناك يزرعون الرز wheat date كذلك الحنطة وكذلك اللي هو القمح والرز والتمر date تمر people who come to iraq الناس اللي يجون للعراق can visit museums museums museum museums الناس اللي يجون للعراق يقدرون يزورون المتاحف people who come come يأتي to iraq visit museums يزورون المتاحف marshes الأهوار and holy places والأماكن المقدسة كلمة marshes لها كثير معنى ولكن هنا معناها أهوار يعني holy places يعني الأماكن المقدسة الانشاء المهم وهو عن مهنة شخص حقيقي هسا واحد يقل لي استاذ انشاءات هواية أخويا أخويا أنت تريد تنجح لو تريد واحد يضحك عليك هاي ما المرشحات يرشح لك إنشاء واحد أو اثنين هاي كذب لو تجي لما تجي هذا مستقبلك أنت تدر دارسة بالدور ثاني شي يصير بيك أقرأ إنشاءات أقرأ خمسة إنشاءات أربعة يلا روح للمتاح ضابط ولي يقدر يحفظ ان كله أحسن طيب أنا السؤال يقول يعني write about real person يعني اكتب عن مهنة شخص حقيقي مهنة شخص حقيقي طيب بالبداية تكتب ذنيم الاسم أحمد علي أنا اختارت لكم اسم بسيط أحمد علي person present job المهنة الحالية هو English teacher مدرس English الواجبات واجبات إيش teaches English يدرس الطلاب to students and support them to speak يدرس اللغة الإنجليزية للطلاب وشجعهم على الكلام support them to speak وشجعهم على الكلام تاريخ المهنة يعني أصلها للمهنة after school بعد المدرسة University of Baghdad studied English دراسة اللغة الإنجليزية في بغداد for years أربع سنين أربع سنين advantages of the job وظائف الفئدة للوظيفة enjoy teaching and learning with students تستمتع بالتدريس والتعلم مع الطلب disadvantages يعني المظار نقول ماكو مظار ماكو مظار إن شاء الله plans for the future خطط للمستقبل study for higher degree الدراسة الدراسة لنيل الشهادة العليا طبعا هذا الإنشاء جدا بسيط وسهل وتقدر تحفظ هسان لو أزغر لك الخط وأشيل لك الترجمة ما يصير لك يعني ما يسوى لكل شي بسيط حيلي يعني يعني ما بي خمزة يعني هاي مثلا هاي أحمد علي هذا حذفة الاسم هنا حذفة بالقناة وتخبرون كل أصدقائكم على هذه الدروس